بعيداً عن كل التوقعات بوقفها تستمر التظاهرات التي تشهدها مدينة السليمانية في كردستان العراق على الرغم من حظر التجوال وحجب مواقع التواصل الاجتماعي خشية انتقالها إلى المحافظات الأخرى مع فشل محاولات الأحزاب الكردية الحاكمة في إنهاء الاحتجاجات حصيلة الضحايا في صفوف المتظاهرين في تزايد مستمر بحسب موقع المونيتور الأمريكي لسيما بعد استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة برواتبهم وإلزام السلطات الحكومية بوضع حد لاستشراء الفساد الحكومية السلطات في كردستان أصدرت قراراً بمنع تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة وقامت بحملة اعتقالات للناشطين فيما اتهمت المتظاهرين بمحاولة زعزعة الاستقرار لتعيد ذات السيناريو الذي استخدمته حكومة عبد المهدي في بغداد ضد ثوار تشرين حين أسقطت أكثر من سبعمائة شهيد ونحو ثلاثين ألف جريح فضلاً عن آلاف المغيبين والمخطوفين لقمع التظاهرات والقضاء عليها لقوة وعلى نهج عبد المهدي سار الكاظمي الذي لم يستجب لمطالب ثوار تشرين لكنه ضمن دعاية حكومية يتعهد بالعمل الجدي للاستجابة لمطالب المتظاهرين في كردستان العراق فيما عبر المتظاهرون في السليمانية عن انزعاجهم من السياسات الفاشلة التي اتبعتها حكومة بغداد وأربيل والتي أدت إلى فقدان رواتبهم ونقص الخدمات وارتفاع نسب الفساد بحسب وكالة دويتشافيل الألمانية ثوار تشرين عبروا عن تلاحمهم ومسندتهم لمتظاهر محافظة السليمانية مرددين هتافات تؤكد على وحدة الشعب العراقي يبدو أن الحزبية المقيتة والتمسك بالمناصب والفساد هي العامل المشترك لحكام العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وفي المقابل جاءت مطالب الشعب موحدة في إسقاط الأحزاب الحاكمة الفاسدة كما هو الحال في ثورة تشرين ومن قبلها الاعتصامات في بغداد والموصل والأنبار وديالا وصلاح الدين التي جوبهت بالقوة المفرطة من قبل نظام المحاصصة الطائفية اشتركوا في القناة